موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 14.50 آئم صباح الخير عزيزي المستمعين انحصرت التعهدات الانتخابية لزعيم الحزب الليبرالي ورئيس الحكومة الراحلة جون شاري على خطط إعمار كبيرة في مدينة كبك العاصمة منها التزام حكومته الجديدة بدعم بناء مسرح متعدد الاستخدامات ترميم أحد معالم المدينة الأثرية وتطوير الواجهة المائية تجاه مبنى الجمعية الوطنية كلفة هذه المشاريع تصل إلى 200 مليون دولار بالإضافة إلى 95 أخرى التزمت بها الحكومة السابقة سيخصص جزء منها لبناء قاعة تزلج مصقوفة في المقابل أعربت بولين مروى زعيمة الحزب الكبكي عن عزمها خلال الولاية الأولى لها إذا ما تسلمت رئاسة الحكومة الجديدة في مقاطعة كبك تقديم مشروع شرعة العلمنة ومنع كل موظفي القطاع العام من ارتداء أو إظهار الشعارات الدينية في أماكن العمل وبأن الاستثناء الوحيد سيكون شعار الجمعية الوطنية في كبك مروى قالت أثناء جولة انتخابية لها بأن خطوة تكريس علمانية الدولة لا تعني أبدا إلغاء للهوية الدينية للأفراد أو المجموعات لكن تؤكد حيادية الدولة والقيم الأساسية مثل المساواة بين الرجل والمرأة وبأن الشرعة الجديدة لن تتعارض مع شرعة الحقوق والحريات الكندية وجاء التباين الأول من قبل مرشحة الحزب الكبكي جميلة بن حبيب التي تؤيد بقوة فكرة العلمنة لكنها طالبت بالعدالة في نزع الشعارات الدينية بين الأقليات والأكثريات وعلى هذا الأساس يجب أيضا رفع شعار الصليب الموجود في الجمعية الوطنية يستمر حزب التحالف من أجل مستقبل كبك بتقديم التعهدات الانتخابية لاستمالة الناخبين وآخرها كان بالأمس بالإعلان عن تسهيل وصول العائلات الشابة لشراء منزل وعيدا رئيس التحالف وعيدا بإصدار إجراء يوفر اقتطاع ضريبي بسقف الألف دولار لجو وعض أيضا بتقديم خطته المالية العامة خلال هذا الأسبوع وعلق على الملاحظات المقدمة تجاه اقتراحي زيادة ساعات الدراسة بالقول أن معدل التسرب في بعض المجتمعات الاثنية يصل إلى الصفر تقريبا في حين أن الطلاب في كبك يعيشون على الطرف الآخر مطالبا بالتشبه بالطلاب الآسيويين الأمر الذي استثار بعض ردود الفعل القوية تعامل معها لجو ليتمسك بموقفه لاحقا وليحاول تفسير الأقوال بأنه حاليا لا يجري تقدير التعليم وبذل الجهود لتحقيق النجاح بما يكفي وبأن بعض التضحيات التي يقوم بها الطلاب الآسيويون عبر التخلي عن الحياة الاجتماعية مقابل تبوؤهم للمراكز الأولى في العلم والنشاط العلمي حال يجب دراستها بعناية والاستفادة من تجاربها ألقت شرطة مدينة موريال بالأمس بعض الضوء على حوادث إطلاق النار الثلاثة التي جرت نهار السبت المنصرم والتي أودت بحياة ثلاثة أشخاص لتحاول أن تؤكد عدم وجود حرب عصابات لاسترجاع أماكن نفوذ ولتشير في المقابل بأن اثنين من القتلى كانا على علاقة بتجارة المخدرات هذا ولم تعطي القوات الأمنية أي التفاصيل أخرى خصوصا لجهة وجود مشتبه بهم معتبرة أنه من المبكر القفز إلى استنتاجات اقترح تقرير صادر عن لجنة حكومية مضاعفة عدد الطلاب الدوليين في جامعات كندا خلال السنوات العشر القادمة من أجل تفادي مشكلة النقص في اليد العاملة الماهرة والمتخصصة التي تلوح في الأفق ويقترح التقرير وضع برنامج لتوفير التمويل المشترك تساهم فيه الحكومة إلى جانب المعاهد والجامعات والقطاع الخاص كما اعتبرت اللجنة أن هدف مضاعفة عدد الطلاب ليصل إلى 450 ألف طالب بحلول عام 2022 أمرا واقعيا وبدون التخوف من النقص في المقاعد لصالح الطلاب الكنديين أظهرت وثائق بأن وكالة الاستخبارات الكندية أوقفت موظفين اثنين لديها العام الماضي عن العمل لعدة أيام وبدون راتب بسبب حوادث شكلت خرقا لإجراءات السرية المتعلقة بمسار وحفظ الوثائق الوكالة أجرت في حينه تقييما لمدى الخسائر مع توجيه انذارات نهائية قد تصل إلى الفصل من الخدمة ستكون مقاطعات منيتوبا كيبك وساسكاتشوان من بين الأوائل في استلام إعانات مالية نقدية من الحكومة الفيدرالية تهدف للمساعدة في التصدي والوقاية من حدوث الكوارث الطبيعية وأشار وزير الأمن العام فيكتوز إلى تعويض المقاطعات الثلاث نصف الأكلاف التي تكبدوها أثناء كوارث الفيضانات العام الماضي بما ساهم في حماية أرواح ومنازل الآلاف انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة